اشتركوا في القناة في تنظيم مسابقات الطلبة زي كاس عزيز عزة باشا وكاس احمد حشمت باشا والاهتمام الجماهير الكبير للدرجة اللي كانت الصحف بتنشر اخبارها في صدر صفحتها الاولى واتكلمنا عن زيارة لعب التنس العالمي هنري كوشي بطل بطولات الجراند سلام لمصر لاداء مباريات استعراضية مع لاعبي النادي الاهلي وصفت الصحف الزيارة بالحفلة الفريدة التي ينظر ان يجود بها المستقبل واتكلمنا عن الغاء اول بطولة للدوري العام في مصر سنة 1935 اللي كان مقرر تنظيمها بين مناطق القاهرة واسكندرية والقناة وكان المفروض يشارك من القاهرة اول اربع اندية في دور القاهرة والمختلط كان ترتيبه الخامس فتم الغاء تنظيم المسابقة بحجة ان ما فيش وقت واتكلمنا عن الانجاز العالمي للاعب الاهلي خضر التوني وفوزه بالميدالية الزهبية لوزن المتوسط في لعبة رفع الاسقال وده كان في دورة برلين الولمبية واتكلمنا كمان عن لفت نظر بعض لاعب الاهلي لاعتذارهم عن تمثيل منتخب القاهرة امام فريق فريست فيينا ورفض النادي الاهلي لاي اعذار في مسألة تمثيل منتخبات مصر في اي مناسبة وطنية واخيرا اتكلمنا عن الضغوط اللي تمت لتأجير قطعة ارض من النادي الاهلي لنادي الفرسية وموافقة النادي الاهلي على تأجير الارض لمدة سنتين بس قرار عانى الاهلي من اثاره لفترة طويلة وقفنا في الحلقة عند اكبر عدد من المباريات في كرة القدم بين الاهلي ومين والمختلط وده كان في موسمين متتاليين موسم 1936 37 وموسم 1937 38 لعبوا مع بعض 12 مباراة وده رقم قياسي ما تحطمش الغد دلوقتي وده كان خلال التلات مسابقات اللي كانت بتقام في الوقت ده كاس السلطان حسين وكاس مصر ودور منطقة القاهرة وزي ما قلنا قبل كده مباريات الكؤوس اللي بتتلعب بطريقة خروج المغلوب يعني لازم تنتهب فوس فريق بالاهداف ما كانش لسه نظام ضربات الترجيح من نقطة الجزاء اتعمل فكانت اي مباراة بتنتهي بالتعادل بتتعاد مرة تانية وثالثة وفي مباريات اتعادت ستة او سبع مرات كمان اما دور القاهرة فاي نتيجة بتنتهي بيها المباراة بيتم اعتمادها ليه لان الدور بيعتمد على نظام تجميع النقاط واللي يجيب نقاط اكتر ياخد البطولة الاهل اللعب مع المختلط في الموسمين دول اربع مباريات في دور القاهرة يعني مبارتين في كل موسم واحدة في الدور الاول واحدة في الدور التاني وفي بطولة كاسر سلطان حسين لعب الفريقين تلات مباريات في الموسم الاول ستة وتلاتين سبعة وتلاتين اتعادله في مباراة واتعادت لحسم الفائز وفي الموسم التالي سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين الحسم تم من المباراة الاولى اما كاس مصر فتلعب بين الفريقين في الموسمين دول خمس مباريات موسم ستة وتلاتين سبعة وتلاتين اتعادت المباراة مرتين وموسم سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين اتعادت المباراة مرة واحدة في الاثناشر مباراة دول فاز الأهلي في خمس مباريات وفاز المختلط في ثلاث مباريات وتعادلوا في أربعة الخمس مباريات اللي فاز بهم النادي الأهلي حقق فيهم انتصارات تاريخية منهم فوز بنتيجة أربعة واحد ربعية أحرز منهم صالح السواف هدفين وهدف لحسين حمدي والرابع أحرزه مصطفى لطيف ومصطفى لطيف ده يبقى أخو الكابتن محمد لطيف الله يرحمهم الاثنين وهدف المختلط أحرزه محمد حسن حلمي اللي بعد كده بقى رئيس نادي الزمالك